السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس رجب نصر من قناة مهندس رجب نصر ان شاء الله النهاردة سنشرح دايرة عكس اتجاه مطور بطريقة ستار دلتا هذا بناء على طلب كثير من المشاهدين كانوا يريدون يعرفوا كيف نعمل عكس اتجاه دوران لمحرك يدور بطريقة ستار دلتا قبل ان نشتغل لا تنسى تلاجع الدرسين الذين في القناة عندنا هو دايرة ستار دلتا حيوفر عليكم وقت كتير لو انت ما عندكش خلفية عن موضوع دايرة ستار دلتا وكمان دايرة طرق عكس حركة مطور باستخدام كونتاكتور الدرسين دولا مهمين جدا تدع تلاجعهم هيفيدوك معنا في الدرس دا ان شاء الله الاول بيكون طبعا نحن زي ما احنا عارفين المعتاد عندنا اربع تلات فازات اللي هو برمزلوم بالأحمر والأصفر والأزرق والاسود ده اللي هو النيوترال ده اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة والنيوترال اللي هو الطرف المحايد اللي هو الام بعد كده طبعا بنبدأ عندنا بيكون عندنا تلات اطراف بناخدم علاقة حماية سلاسي وبابعد كده بيبقى عندنا الكونتاكتورين الرأسيين كل كونتاكتور الدولة بيتحمل الجwhd اللي بيتحمل بتاع المطور بالكامل يعني الكونتاكتور ده يتحمل الامبير وده الكونتاكتور ده يتحمل الامبير بالكامل كل واحد يتحمل لان واحد بس هو اللي يز landlord bei End ثمانmic contactor اللي احنا صمناه KL دا هو contactor lift اللي هو خاص باتجاه دوران في اتجاه الشمال و contactor kr اللي هو contactor right او او اتجاه دوران في اتجاه اليمين او مع عاربة الساعة وعكس اتجاه عاربة الساعة اه ده الادقة يعني طبعا بينزل التلاتة فاز زي ما رحVAون كده من و بنوصل على contactor التاني بنفس الطريقة كده اهوت ولكن في الفرق الفرق هنا بسيط اللي احنا فيه فازة زي ما تشافين بترجع زي ما كانت هي هي الفازة الصفرة اهي رجعت زي ما كانت ولكن بناخد الفازة الزرقة ما بنرجعاش مكانها بنرجعها مكان الحمرة وبنرجع الحمرة مكان الزرقة يبقى احنا عملنا عملنا عملية تبديل فازتين مكان بعض وده طبعا احنا لما نبدل فازتين على مطور المطور فورا بيعكس اتجاه دوران يبقى ازا الكنتكتورين دولت هم المسؤولين الديلة دي هي اللي هتبقى مسؤولة عن عكس اتجاه المطور بعد كده قدل المطور اهو بيكون ست اطراف زي ما انت شايفين كده المطور بيكون ست اطراف كل ملف من جوه في المطور بيبقى ليه بداية وليه نهاية يعني مثلا احنا عندنا U و V و W دولوا التلات بدايات اما التلات نهاية هو X و Y و Z يعني U بداية ودي X بتاعت النهاية بتاعت الملف الاولاني و V بداية بتاعت الملف التاني و Y بتاعت النهاية بتاعت الملف التاني و W البداية بتاعت الملف التالت و Z النهاية بتاعت الملف التالت بتبقى كده بالطريقة دي ممكن تجيب جهاز اوم او بنز امبير وتقيس برضو الكلام ده وتتأكد على اطراف المطور الستة اللي كان معتاد بعد كده عندنا التلات اجهزة دولت اللي هو كونتاكتورين كونتاكتور اللي هو كي اس ده ده اللي هو خاص بطريقة الاستار يشغل المطور استار وكونتاكتور كي دي ده ده خاص بيشغل كونتاكتور يشغل المطور دلتا وده الاوفرلوت بتاعنا ده الاوفرلوت بتاعنا لحماية من ارتفاع الطيار بسبب الاعتالة الميكانيكية او فقد احد الفازات فده جهاز مهم جدا للحماية دي بعد كده بنوصل التلات توصيلات دولة اللي خدناهم اللي هو الازرق والاصفر والاحمر بالطريقة دي كده على التلات بدايات U و V و W اما التلات نهايات هنوصلهم ازاي اهو بنبدأ ناخد من فوق كده هوت التلات اطراف بتوعنا بنفس الترتيب احمر اصفر ازرق وندخلهم على كونتاكتور الدلتا وبنخرج من كونتاكتور الدلتا على التلات نهايات اللي هو X, Y و Z يبقى احنا كده وصلنا الكنتاكتور ده لو اشتغل فورا كده على الوضع ده كده ده يبقى المطور ده هيشتغل دلتا على طول اما لو احنا عايزين نوصل الاصطار بنيجي هنا بنعمل التلات اطراف بنوصلهم على كونتاكتور الاصطار وبنقفل من فوق بالطريقة اللي انتو شايفينها دي كده يبقى دي توصيلة الكنتاكتور بتاعت ستار بتاعة الباور يبقى ازا توصيلة الباور العامة هي الجزء ده مسؤول عن اتجاه الدوران والجزء ده مسؤول عن ستار دلتا ستارتنج بعد كده طبعا دايرة الكنترول بتكون من قطع احادي قبل من نتكلم عن دايرة الكنترول معلش يا جماعة الكنتاكتورات اللي هنا طبعا لازم عشان ما يحصلش تصدم كهرابي يعني فيه كونتاكتور يدخل مع كونتاكتور بيتعمل له حاجة اسمها انترلوك ميكانيكي وانترلوك كهرابي هنشوف الانترلوك الكهرابي والانترلوك ميكانيكي برضه تقدر تدور عليه نرجع تاني لدايرة الكنترول بيبقى عندنا قاطع احادي وعندنا بوش بوتن بيبقى نورمال كلوز وده بتاع الستوب وعندنا اتنين بوش بوتن ان او بيبقى نورمال اوبن وده نورمال اوبن بس واحد خاص بتشغيل الاتجاه اللي هو اليمين واحد خاص بتشغيل في اتجاه الشمال يبقى ازا تشغيل يمين تشغيل الشمال وده الستوب بتاع الحركة كلها تمام؟ وبيبقى عندنا تايمر التايمر ده بيبقى تايمر ثواني بيبقى شغال بالثواني تلاتين سانية او ستين سانية عشان نرجع للتوصيل بتاعنا بناخد اي فازة من الفازات دي ممكن يا جماعة توصل زي ما انت عايز عشان الناس اللي بتسأل تولي انت ما حدش ليه في السيكوانس ولا في السفليير ولا اندر فولتج ولا اوفر فولتج حط الحماية اللي انت عايز ازا ما انت عايز انا بتكلم عن الدايرة بسيط عشان ايه حتتزحم كده يعني الرسم هتتزحم فانا بتكلم على افسط الامور نوصل كده على التوالي على طول مفتاح الستوب ونخش على بعد كده على النقطة مغلقة من اللي هي نقطة 95-96 المشهورة بعد كده بنطلع من النقطة مغلقة بنوصل على بخط كده مشترك بنبدأ نوصل على المفاتيح المفاتيح اللي هي بوش بوتون دولا طيب من جوه طبعا احنا هنستخدمه في الكونتاكتور ادي الكونتاكتور هنستخدم منه نقطة مفتوحة اهي وهنا نقطة مفتوحة هنا نورمال اوبن برضو من الكونتاكتور هنحتاج حاجات تانية اه هنحتاج حاجات تانية وهنركب نقطة مساعدة اضافية على الكونتاكتور ده النقطة المساعدة الاضافية ممكن تتركب من الجنب او من فوق طيب احنا النقطة المساعدة الاضافية اللي احنا نحتاجها هنحتاج نقطة مساعدة مفتوحة ونقطة مساعدة مغلقة لكل كونتاكتور من الكونتاكتورين دولا ليه هنعرف دلوقتي طيب هنوصل من الخط اللي احنا شفناه ده كده اهو على المفتاح بتاع اليمين تمام؟ وده مفتاح بيكون مفتوح يعني بتبقى وبعد كده بنوصل بالتوازي مع نقطة مفتوحة من الكنتاكتور وده عشان وبرضه ممكن تشوفوه في فيديوهات عندي في القناة تمام وده بيكون مفتاح برضه او بيكون نقطة مفتوحة بعد كده بنخرج منه بنعمل بقى ايه منروح على النقطة مغلقة من الكنتاكتور التاني وده اللي احنا نقوله عليه اسمه انترلوك كهرابي انترلوك كهرابي وده احمية كهربية بيحصل بنعملها ليه عشان خاطر الكنتاكتور ده ما يخشش مع الكنتاكتور ده لأي سبب كهرابي يعني لما الكنتاكتور ده يشتغل يمنع ده ان هو يدخل ابدا وهكذا والعكس بنطلع من النقطة انسي زي ما انتشافين ونروح على الكويل بتاع الكنتاكتور ده ونحن هنرمز للكويل بالرمز الدايرة عليها الدايرة بيضة ديت وعليها دايرة حمرة خارجية بعد كده هنطلع من نيوترال عشان ما نسهمش الدايرة عمالا نيوترال بالطرف اللي هو دايرة حمرة وعليها نقطة زرقة بالداخل دي كل النيوترالات بتاعة الاجهزة اللي احنا هنشوفها هنعلموها بالطريقة ديت واطراف الكويل بتاعتنا هنعلموها بالشكل ده كده تمام طيب نطلع برضو على مفتاح الثاني اهو بالطريقة دي كده ونوصلها توازي بالشكل ده كده برضو اهو يبقى احنا كده خلصنا وبردو عمل تاني نروح على نقطة مغلقة من التاني ونخرج ونروح بعد كده على طرف اي وان من القويل بتاع الكون تاكتور اللي د HAM بعد كده نوصل اليوترل بتاعنا يعني النقطة دية والنقطة دي نخدها كده بسلك كده على طول على اليوترل فوق تمام تمام بعد كده نخرج من الطرف المشترك ده برضو كده على超 fex webinar على ايه في tearthe im or المشتركة في words slam ! على نقطة اليوم او النقطة المشتركة في thumbnail والنقطة دي 무섭ه ييمّا بتخارج على نقطة ييمّا بتخارج على نقطة N O. يا إما نقطة مغلقة يا إما نقطة مفتوحة. في حالة الكنتكتور مشتغل بيخرج عند النقطة T نخرج من T على فين? على حاجة كده هنعملها بالتوازي. هدي خطة هو بالتوازي سلك. ده نوصله على النقطتين المفتوحين اللي هي النقطة الثاني هنا. و النقطة المفتوحة اللي هنا. و نخرج من النقطتين المفتوحين و نوصلهم مع بعض فوق. بعد كده حنعرف برده فايدة الكلام ده ما لا تقلقش. نخرج من النقطتين دولة بعد ما طلعوا تاني نخرج منهم بخط ونروح على تحت على ايه على اجزاء من الكنتكتورات الموجودة تحت هنا يعرف ازاي اهو هنخرج اول حاجة على نقطة مغلقة موجودة في الكنتكتور بتاعة الدلتا ونخرج من النقطة المغلقة بالكنتكتور بتاعة الدلتا نروح على الكويل بتاعة الكنتكتور بتاعة الستار اوكي وبعد كده نمصل النيوترال بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها وبرضو نخرج من هنا نروح على الطرف اي ون بتاع الطايمر طرف اي ون بتاع الطايمر اهو نوصله كده وبرضو نوصل النيوترال بتاع الطايمر برضو بتاعنا بنفس الطريقة يبقى كده كل الاطراف ديت نوترالات طيب ليه النقطة دي؟ النقطة دي برضو هي نفس الكلام هي انترلوك ميكانيكي بين الكنتكتور الستار وكنتكتور الدلتا عشان ما يحصلش تصدم تمام بعد كده نخرج من النقطة المفتوحة اللي هنا ونروح على نقطة مغلقة من الكنتكتور الستار ونخرج من النقطة المغلقة دي على الكويل بتاع الكنتكتور الدلتا بنفس الطريقة وده برضو اسمه الانترلوك الكهرابي بتاعنا بعد كده نوصل النيوترال كده احنا وصلنا الدايرة الكهربية فقد الحاجة بسيطة اللي احنا نعمل حاجة اسمها على الطايمر دوت عشان الطايمر ده لما يخرج يبقى فيه نقطة بتخلي الكنتكتور الدلتا شغال باستمرار هنحتاج نقطة مغلقة في كونتكتور الدلتا لو موجودة ولو مش موجودة شغالها ولو مش موجودة جيب نقطة ضافية وحطها تمام ووصلها بالتوازي بالشكل ده كده ادي النقطة مغلقة هنوصلها على اطراف النقطة الNO اللي هي مفتوحة مع الطايمر طيب طيب عايزين نعرف حاجة مبدئيا كده يبقى اذا كل ده لو اشتغل لو كل اشتغل هتلاحظ ان اللي واحد و اللي اتنين و اللي تلاتة اهو اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة نازلين لحد هنا اللي هو ده كونتكتور كل هنوصل لحد هنا اللي واحد و اللي اتنين و اللي تلاتة بنفس الترتيب كده طيب دا لما الكي ر يشتغل اللي بيحصل بقى هتلاقي الاختلقى중 بقى يعنا ايه اللي واحد ايه اللي واحد دلاتة هنا احنا عملنا ايه الفكرة بتاعتنا اللي احنا لما بكونتكتور ده يشتغل حصل قلب في الفازات ولما يقلب الفازات طبعا هيقلب اتجاه المجال المغناطيسي اللي موجود اللي متولد جوه المطور فالمطور هيدور عكس الاتجاه يبقى ازا عرفنا فكرة عكس الاتجاه طيب لو احنا هنجي نشغل قبل ما نجي نشغل ايه اللي بيحصل طبعا انت موصل من فازم الفازات دي طبعا يبقى فيه كهربا ماشية كده على السلك ده وبعد كده مرورا بنقطة الاسطوب هتلاقيها نقطة مغلقة فتروح مكملها الكهربا و هتبص هتعدي نقطة اللي هي اللي موجودة في طول ما ما فيش اوفرلود النقطة دي هتعدي كهربا لحد الطرف اللي بعد منها كده زي ما تشايفين كل ده هيبقى عليه كهربا اللي هو بالاخضر ده كله اهو كل الاخضر ده عليه كهربا يبقى ازا كل الاخضر ده عليه كهربا طب ماش ده برضو عليه كهربا يبقى هتوصل كهربا برضو كمان لحد هنا هتلاقي هنا نقطة مغلقة هتروح جاي برضو معديها كهربا لحد هنا تمام وعلى النقاط ديات هتوصل الكهرباء لحدنا. طيب. في حاجة بعد كده هتعدي? الكهرباء مش هتعرف تعدي لان هنا نقطة مفتوحة. وكهرباء مش هتعرف تعدي لان هنا نقطة مفتوحة وكذلك النقطة مفتوحة هنا وكذلك نقطة مفتوحة. يبقى ازا الدايرة مستنية اردر مننا احنا لدوس يمين يا اما ندوس شمال عشان المطور يبدأ يشتغل في اتجاه الدوران بتاعه. وكمان ستهر دلتا. طيب ندوس على اتجاه اليمين كده. اهو ندوس لما ندوس اول حاجة البوش بوتن ده هيبدأ يدخل جوه فلما يدخل جوه طبعا الكهرباء هتعدي في الجزء ده ولما تعدي في الجزء ده هتبدأ تعدي في الجزء ده كمان هتبدأ تعدي وصلت لحد هنا اهو لما تيجي تعدي هتلاقي النقطة دي نقطة مغلقة يعني هتكمل سكة تمام هتروح لحد الطرف بتاع الكويل بتاع الكنتاكتور اللي انتو شايفينه كي ار ده فيبدأ الكنتاكتور يبدأ يغير اوضاع جميع النقطة بتاعته من مفتوح لمقفول ولو نقطة مفتوحة ولو نقطة مغلقة يخليها مقفولة اذا زي ما تشايفين كده هتبدأ النقطة تتغير اول جزء في النقطة هيبدأ يتغير كل ده طبعا لحظة واحدة بحصل مع بعض بس انا هنشرح حتا حتا اول جزء هيتغير اللي هو النقطة بتاعت الباور دي والنقطة دي طبعا دي هتبدأ تعمل اللاتشنج اللي احنا عارفينه اللي هو لو احنا شلنا اصبعنا كده بالطريقة دي كده هو بتبدأ دي تفتح فلما دي تفتح اه هي كانت معدية كهرباء من هنا فلما دي فتحت مش هتعدي كهرباء من حتة دي لكن الكهرباء شايفالها مصار تاني اللي هو من هنا اهو تمام يبقى دي لها الجزء بتاع اللاتشنج اما الجزء التاني اللي هو ده اللي هو بتاع النقطة النورمي كلوزي هتفتح النقطة النورمي كلوز وبالتالي هتمنع الكنتاكتور دوت انه هيدخل معاه في سكته وحنشوف الكلام ده بالتفصيل والنقطة التالتة اللي هي ديت لما تخش اللي هي النورمي اللي اوبن دي لما تخش ايه لا يحصل بقى الكهرباء هتعدي من هنا هاي مستنيها هتعدي من هنا عن طريق المصار اللي انترافينه ده فهي الكهرباء ده وهيبدأ يمشي الكهرباء لحد ما توصل بالطريقة دي لحد النقطة دي هتلاقي نقطة نسي مغلقة فهتكمل هتروح جاية من كهرباء الجزء ده كده بالكامل اللي هو بالتالي متوصلين مع مين بتوصلين مع نقطة الكويل اللي هو بتاع الكنتاكتور الستار وكمان الكويل بتاع الطايمر بتاعنا فيبدأ اللي اتنين يشتغلهم في نفس الوقت اول حاجة لما الكنتاكتور الستار ده يشتغل اللي هيحصل اهو الكنتاكتور الستار ده ما يشتغل اللي هيحصل هتغير وضع النقطة بتاعته هتغير وضع النقطة يبقى ايزا هتلاقي كهرباء طبعا ما تنساش ان الكهرباء عدت كده اهو كده عن طريق الكنتاكتور ده يبقى اذا ان الكهرباء عدت كده اهو دخلت في الوبرلود وصلت للاطراف اللي هو U و V و W اما الكنتاكتور الستار لما اشتغل حصل ايه انه هو عمل شرط بين اطراف النهايات التلاتة اللي انتم شايفينها دي هنا هو عمل شرط بينهم مش شرط سيركت لا شرط يعني دايرة مغلاقة يعني بين X و Y و Z وفالتالي حقق شرط الستار انه هو بيقفل التلاتة نهايات يبقى اذا التلاتة بداية عليهم كهرباء والتلاتة نهايات مقفولين مع بعض يبقى اذا الدايرة كده دي شغالة ستار طيب لما هي شغالة ستار ايه اللي هيحصل بعد كده طبعا التايمر بيبدأ يستنى وقت كده معين بعد كده بيبدأ يغير وضع نقطه النقط بتاعته فلما بيبدأ يعد 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 بعد كده يغير على الوقت اللي انت زربت بعد كده يغير وضع النقط بتاعته يخلي النقطة المغلقة تفتح والمفتوحة تقفل يبقى اذا الكهرباء هتعدي من هنا اهو لحد الجزء ده كده واللي هنا كان عليها كهرباء هتتمنع عليها الكهرباء زي ما تشايفين كده اهو مفيش كهرباء وصلها لحد الجزء ده فبالتالي كل الاطراف اللي كانت من الكهرباء هنا ما فيهش كهرباء خالص اللي متصلة بالسلك ده تمام وبالتالي ده مش هيبقى عليه كهرباء وبالتالي الكهرباء هتتمنع من الحتة دي فيبدأ الكونتاكتور الستار يبدأ يخرج اهو خرج بعد وقته معين الكونتاكتور الستار بدأ يخرج تمام وهو ده اللي احنا محتاجينه ان هو المطور بيشتغل فترة صغيرة ستار بعد كده عشان الامبير العالي بعد كده بيشتغل دلتا على طول طب لما خرج الكونتاكتور الستار المفروض ان كل ده انا بحكيه ده بيتم في لحظة واحدة جماعة تمام بتبدأ الكهرباء زي ما تشايفين كده الجزء ده عليه كهرباء هو فيبدأ تيجي الكهرباء على النقطة دي اهي مرورا بالنقطة انسي اللي موجودة في الكونتاكتور بتاع الستار ده عشان الانترلوك وبعد كده بيتخلي الكويل عليه كهرباء بتاع الكونتاكتور الدلتا فيبدأ الكونتاكتور الدلتا كمان يشتغل اهو وكمان في نفس الوقت كمان النقطة دي بيبقى عليها كهرباء والنقطة دي بيبقى عليها كهرباء تمام ده عشان حاجة اسمها اللاتشنج لما التايمر هيخرج لما الكونتاكتور بيبدأ يشتغل اهو لقط اهو وصل الكهرباء هنا اهي بنفس الطريقة اهي من الناحية دي وما تنساش عشان محدش يقول بتاعمل استهدهم ان الكونتاكتور الاسطار خارج ما فيش اي مشكلة الكونتاكتور الاسطار خارج والدلتة دخل اهو يبقى اذا الكونتاكتور الادلتة دخل هتلاقي ان المفروض ان كل بداية ملف عليه فازة ونهاية ملف عليه فازة مختلفة اذا لو انت هتلاقي بداية الملف بتاعنا يو عليه فازة الزرقة اما نهايته عليه الفازة الصفرة طيب نفس الكلام الفي عليه فازة الصفرة نهايته اللي هي ده الوي عليها الفازة الحمرة والدبليو بدايته عليها الفازة الحمرة ونهايته اللي هو الزد عليها الفازة الزرقة اذا كده حقق نشرت الدلتة اللي هو اللي احنا شايفينه ده كده بالتالي زي ما تشايفين كده النقطة كمان ديت هتبقى مغلقة كمان عشان دي تبع الكونتاكتور ده فهيعمل حاجة اسمها اللاتشنج لما لما النقطة دي ترجع تاني كده هوت عشان احنا فقدنا الكهرباء من على الكويل بتاع اللي جاي من هنا ديت من فوق يعني فبالتالي ترجع على النقطة زي ما كان وضع طبيعي فلما رجع وضع طبيعي ما فيش مشكلة ده هيتكهرب تاني اهوت وهيوصل الكهرباء لحد فوق وهتوصل الكهرباء لحد هنا هتقول لي لأ طبعا كده ممكن كونتاكتور الدلتا هيشتغل مع الستار للحالين دوقتي الدلتا شغال هيبيدي نفس الوردة تاني عشان يشتغل الستار هقول لك لأ هنا كده كده اهي نقطة الانترلوك بقى هي لي اهمية كتيرة ان هي فتحة الدايرة في الحتة ديت فبالتالي مش هتوصل هنا زي ما انتوا شايفين كده عشان كونتاكتور الستار يخش مش هيخش ابدا لان هنا كده كده النقطة دي مفتوحة خلاص هتبقى فيك هرباء اول حد هنا ولكن مش هتكمل عن طريق النقطتين دولهما يبقى ازا ما فيش اي مشكلة خالص طيب تعال كده جرب وحضرتك والمطور شغال في اتجاه معين ولا هو اتجاه دوران اليمين تعال جرب دوس على الشمال كده ايه اللي يحصل دوس على المطور بتاع الشمال ايه اللي يحصل هنشوف ايه اللي يحصل دوس عليه كده دوسنا عليه ما تنساش ان فيه كهربا هنا على البوش بوتون لما ندوس عليه البوش بوتون هيبدأ يغير وضع النقطة النقطة بتاعته تضغط ويبدأ الكهربا تعدي في الجزء ده كله في المسار ده كله اللي احنا شايفين اهو 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 تمام تيجي تعدي تلاقي النقطة دية بما ان الكونتكتور ده شغال هي تجي تعدي تلاقي النقطة دي مفتوحة رغم ان هي كانت مغلقة لما الكونتكتور ده اشتغل النقطة المغلقة دي فتحت فازن professora الكهارة بتعدي كده توصل الى الكونتاكتور التاني عشان الكونتاكتور التاني يشتغل وهو الكونتاكتور اولين شغال يبقى اذا مهما دست هنا الكونتاكتور ده مش هيشتغل لان ده شغال طب ايه الحل الحل طبعا حضرتك ان انت طبعا تعمل ايه? انت تروح تدوس سطوب فلما تدوس سطوب المنظومة دي كلها توقف وتبدأ تعيدها من اول وتغير اتجاه الدوران بتاعك يبقى pekhora. اگزا عايز تشتغل تدوس يمين. عايز تشتغل تشمال تروح تدوس سطوب. بعد كده تروح تشتغل شمال. اول عكس عايز تشتغل شمال. اشتغل شمال. عايز تجعى يمين تاني تدس سطوب وبعد كده تروح يمين تاني. بعد كده عندنا جماعة هو. ده الدايرتين طبعا في اللي أخو مشاهدين اللي بطلوبوا الرسمات الكهربية. ده الرسم الكهربي بتاعة دايرة القوة. نفس الكلام اها دي جزء كي وكي وده اوبرلود والكي اس اللي هو كونتاكتور الستار وكنتاكتور الديلتا ودي الاطراف بتاعتنا. وده بعد كده دايرة الكنترول بتاعتنا اللي احنا عارف. اللي احنا شايفينها. بعد كده بعد كده بعد كده زرار الستوب. بعد كده التشغيل بتاع الستار بتاع الرايت. وده تشغيل التعال وده الكنتاكتورات الخاصة بيها. ودي بتاعة الجزئية بتاعة الستار دلتا. ما تنساش تش metallic في القناة نتوان مش مشارك وتفعل زرار الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد. اه ولو عندك هيتعليق حطه وانا هارد عليك في القربة وممكن كان معكم مهندس رجب نصر.